بعد علاقة متوترة دامت لأشهر بين الحكومة والمبعوث الأممي مارتين غريفث واتهام الحكومة بانحيازه للحوثيين ها هي المياه تعود لمجاريها لقاءات مع الرئاسة اليمنية وتطمينات أممية ودعوات لاستئناف المشاورات السياسية الخلاف الحاد بين المبعوث الأممي والحكومة والذي وصل إلى أبعد مستوياته بعد اتهام الرئيس هادي للمبعوث بالتماهي مع ميليشي الحوثي والالتفاف على اتفاق سويد خاصة تلك النقاط المتعلقة بالحديدة سرعان ما بدأ هذا الخلاف بالتلاشي بعد رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني قوتيريش بشأن أخذ كافة الشواغلي الخاصة بنقاط الرئيس هادي وتأكيد الأمم المتحدة التزامها بمرجعيات الحل الثلاث المبعوث الأممي وفي جديد تحركاته عقد اجتماعا مع نائب رئيس الجمهورية علي محسن وقال إن المشاورات بين الأطراف اليمنية ستعود في أقرب وقت ممكن بناء على نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن الاجتماع تطرق إلى الخطوات الداعمة لعودة المسار السياسي حيث أكد المبعوث أن انفتاح الحكومة ومرونتها يدفعه للمضي قدما بعملية السلام مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام شامل لكن مراقبين وجدوا أن البناء على عودة المشاورات في هذا التوقيت لا يمكن أن يثمر وذلك دون التزام حقيقي من الحوثيين بالتوقف عن التصعيد العسكري في معظم الجبهات تحركات دولية مكثفة لعادة المسار السياسي في اليمن وهو مسار أجلته خارطة التطورات الميدانية فضلا عن حالة التوتري واللاثقة التي تنتاب المشهد